اشتركوا في القناة 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 علشان اجيب التربيع بتاعه وفي الاخر انزل يعني انزل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه الهدف من البرنامج دوت هو ده البرنامج بتاعي ايه الهدف من البرنامج ده الهدف من البرنامج ده ان احنا نفهم يعني ايه فانكشن طيب انا هقولك على حاجة مهمة جدا عايزك تكتبها ورايا ايه هي ان الفانكشن بتتكون من التالي ياريت تكتبه ورايا اول حاجة عندي ال data type نوع البيانات data type of return value ده رقم واحد وهنفهم الكلام ده بتفصيل حالا رقم اتنين طبعا دي كلها مكونات الفانكشن اول حاجة data type of return value بعد كده الفانكشن name اسم الفانكشن رقم تلاتة عندي حاجة بيسموها البرامتر list البرامتر list البرامتر list ده رقم تلاتة رقم اربعة جسم البادي جسم الفانكشن البادي بتاع الفانكشن مكونات الفانكشن من جوه علشان كده بسميها فانكشن بادي اخر حاجة اخر حاجة return statement يبع عندي خمس مكونات هشتغل بيهم وانا بشتغل داخل الفانكشن انا عايزك تحفظهم مؤقتا بعد كده مش هتحفظهم خالص هتبدأ تشتغل بيهم وانت فاهمهم اول مكون هو data type of return value ده رقم واحد رقم اتنين اسم الفانكشن اللي هو الفانكشن name رقم تلاتة البرامتر list رقم اربعة البادي بتاع الفانكشن فانكشن بادي اخر حاجة خالص الرتورن statement جملة اللي ايه الرتورن طيب يعني ايه الكلام ده في البداية انا عايزة اروح اعمل عملية تعريف للفانكشن function definition علشان اعرف لك الفانكشن definition هقولك الاول يعني ايه تروح تعمل create للفانكشن how to create a function ازاي انك انت تعمل create للفانكشن طيب هفكرك بحاجة انت درستها معايا قبل كده فاكر المين بشانا كنت بقولك انت مسافة مين بعد كده بفتح الاقواس ديت وبعمل to curl braces بالمنظر ده مش هدي الفانكشن اللي احنا اشتغلنا عليها يعني طول شغلنا في block 1 كنت بقولك انت مسافة مين وبعد كده افتح اقواس تمام وفي الاخر خالص بروح اعمل curl braces open و curl braces close وكنت بقولك طالما استعملت الانت يبقى لازم تروح تعمل ايه تعمل return 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 هو ايه الكلام ده انا كتبت الكلام ده اكتر من مرة لكن معلش ما كنتش فهمه قوي اعتقد هو ده الوقت المناسب انك انت تفهم يعني انت مين و return 0 المين هي المين function المين هي المين function او المين method c++ اشبه بالjava يعني ايه اول ما البرنامج بيشتغل اول ما البرنامج بيعمل start up بيعمل start up من اين من ال function اللي اسمها مين يعني اول ما البرنامج بيشتغل بيبدأ ينفذ الاكواد اللي داخل مين يبقى هنا عندي ايه عندي block block of codes عندي مجموعة من الاكواد ال block of codes دي انا سمتها ال function body ده عبارة عن ال body جسم ايه جسم ال function محتوياته ال contents المكونات بتاعة ال function يبقى هنا بالنسبة لي عندي ال body او block of codes و عندي function نوعها int لا غلط ده مش نوع ال function امال ده ايه؟ ده نوع ال return يبقى ال return zero نوعه ايه؟ نوعه هنا integer يبقى انت بتعمل return اللي قيمة integer بتعمل return اللي قيمة integer علشان كده اول حاجة قلتلك data type of return value هي ديجت نوع البيانات بتاعة ال return value و انت عامل return اللي ايه؟ لقيمة integer اللي ايه zero بعد كده ال function name اسمها ايه؟ اسمها مين؟ ده اسم ال function ينفع اسميها اسم تاني يعني ينفع مثلا اجي كده اقول له شريف للأسف ما ينفعش ليه؟ لان زي ما اتفقنا البرنامج عارف ان انا علشان خاطر اشغل الاكوايت بتاعتي وتظهر عندي على الشاشة وابدأ اتعامل مع البرنامج لازم وانت مجبر انك انت تستعمل ال keyword او reserved word الكلمة المحجوزة اللي اسمها مين؟ ولازم تتكتب كده تتكتب small ماين يبقى انا عندي data type of return value عبارة عن انتجر وبعد كده عندي اسم ال function اسمها مين؟ وبفتح ال ال brackets ديه خلي بالك في الجزء ده ممكن انك انت تشتغل بحاجة بيسموها parameter list وممكن ما تحتاجهاش ولكن في المثال بتاعنا النهاردة هنحتاجها لكن بعد كده ممكن ما نحتاجش ال parameter list يبقى هنا بيكون عندي parameter list تمام؟ طبعا زي ما اتفقنا الجزء ده optional يعني ممكن احتاجه function وممكن ما احتاجوش احنا طول عمرنا شغالين بالمين method او المين function من غير parameter list وشغالة معنا بدون مشاكل مفيش مشكلة يبقى انا كده خلصت ال data type of return value وخلصت ال function name وخلصت ال parameter list عبارة عن parameters هنا طيب تمام وفين الفانكشن بادي؟ هو ده الفانكشن بادي اللي هو الكود زيت مجموعة الاكواد اللي انا عايز انفزها وفين ال return statement اهي ال return statement في الحالة بتاعتي هنا بالنسبة للمين function او المين method بيروح يعمل return zero لانه بيكلم ال operating system فبيقوله انا خلص خلصت البرنامج بدون اي error without error يعني end without error هو ده معنى ال return zero كلنا عارفين معلومة قبل كده ان انا ممكن ما اشتغلش بال return يبقى هتيجي هنا وبلاش بقى موضوع ال data type وتكتب بدلها كلمة void طيب الكلام ده احنا عارفينه قبل كده تشتغل بال void من مش هتشتغل بال return لكن تيجي تقوله كده انت من يبقى لازم مجبر انك انت تروح تعمل ايه؟ تعمل return ل zero وعلى فكرة ما بين ال return و zero في مسافات وزي ما انت شايفين واضح ان كلمة return كلمة محجوزة عرفت من اين علشان خاطر لونها زي ما انت شايفين اسود غامق bold وكلمة انت برضو كلمة محجوزة طيب ده بالنسبة ال main function او ال main method طبعا الكلام ده احنا اشتغلنا عليه وفاهمينه ممكن بقى ان انا اشيل الجزء ده علشان خاطر نبدأ نكمل الشغل بتاعنا اخر حاجة وقفنا عندها ان انا جيت هنا في الشغل بتاعي وروحت عملت برنامج برنامج عادي جدا عرفت المتغيرين وبعد كده طبعت جملة معينة لو سمحتنا عايز ال number ده خلي ال number بعد كده قال لي ال number اللي انت كتبت ولياكم مثلا 5 ال square بتاعه 25 مش هو ده اخر جزء احنا شرحناه واخر جزء نفزناه تعال نفزه تاني هيطلب منك رقم هقول له مثلا 10 انزل enter هيقول لي اكيد 100 ال square بتاعه 10 100 اللي هو 10 في 10 طيب لحد الانتمام ما تيجي بقى نجرب الجزء اللي احنا شرحناه من شوية للجزء بتاع الفانكشن والشرح بتاع الفانكشن على مثال عملي ممكن اطلب منك طلب لحد هذه اللحظة لما تيجي تكاريت فانكشن اطلع فوق المين يعني تعال كده خلي المين تنزل سطر واكتب هنا في الجزء ده الشغل بتاعك في الجزء ده هتبدأ تكتب الشغل بتاعك هتبدأ تكريت الفانكشن المنطقة دي على فكرة بيسموها منطقة الجلوبال ديكلريشن بيسموها منطقة الجلوبال ديكلريشن تمام؟ اسمها منطقة الجلوبال ديكلريشن هي دي المنطقة اللي انا هشتغل فيها طيب متشكر جدا هتعمل ايه؟ هكريت فانكشن واحنا عرفنا الفانكشن بتتكون بينين من خمس اجزاء وعلى فكرة في الاجزاء دي او المكونات دي في اجزاء اوبشنل بعد كده هنبدأ ان احنا نستغنى عنها او نغيرها لكن لحد هذه اللحظة انت عندك كم جزء عندي خمس اجزاء او خمس مكونات للفانكشن ممكن اعرف اول حاجة اول حاجة الانت ليه انت؟ علشان خاطر انا عايز اعمل ريتيرن لفاليو نوعها انتجر هقول له ريتيرن هقول له انت بعد كده هعمل مسافة طيب انا محتاج يعني الفانكشن نيم اسم الفانكشن تعال انت سميها اي اسم ممكن تسميها شريف مفيش مشكلة مش انت لسه ايل من شوية انه ما ينفعش لأ اذا انا قلتلك ما ينفعش انك انت تغير اسم المين مسود لكن الفانكشن التاني اللي انا هعملها ممكن تسميها اي اسم ولكن طبعا ينطبق على الاسم ده الشروط المتعرف عليها يعني ما تعمليش ما تكتبش حروف عربية ما تكتبش رموز غريبة ما تعملش علامات غريبة ما تبدأش برقم كل ده شبه الاسم بتاع الفاريبل مو كلمة ادنتفاير كنا الاول بنقول ان الادنتفاير ده هو النام بتاع الفاريبل وقلتلكم ساعتها ان الجزء ده هنبدأ نكمله بعدين فكلمة ادنتفاير بتشمل برضو النام بتاع الفانكشن الفانكشن نيم يبقى بالنسبالي الادنتفاير سواء للفاريبل او سواء للفانكشن بينطبق عليه الشروط اللي احنا عارفينها ممكن تسمي اي اسم ممكن اسميها اكس مفيش مشكلة ولكن طبعا يفضل يكون اسم الفانكشن يكون لي معنى يعني يكون ميننجفول طب هعمل الكلام ده ازاي هروح اسمي فانكشن واقول له مثلا الفانكشن دي هسميها سكوير يبقى انا عندي فانكشن اسمها سكوير نوع ال return value بتاعتها انتجر نوع ال return value بتاعتها انتجر عرفت منين عشان كتبت انت مسافة سكوير يبقى عندي فانكشن اسمها سكوير ال data type بتاعت ال return value انتجر هفتح الاقواس بتاعتي واقع تنسى لو سمحت ال curly braces هنا طبعا زي ما اتفقنا هبدأ ان انا اشتغل على ال body او هبدأ ان انا اشتغل على ال content المحتويات ال block of code وعلشان خاطر ما تنساش هروح اعمل جملة return ولكن طبعا في جزء هنا بالنسبة لي نقص return ايه في المين فانكشن بتقوله return zero لا هنا الامر يختلف يبقى انا كده عملت ال structure بتاع الفانكشن ممكن نرجع مع بعض مفيش مشكلة int هي data type بتاعت ال return value int هي data type بتاعت ال return value فهقوله return كذا واتفقنا ان الجزء ده بالنسبة لي missing لسه ما كملتوش بعد كده ال function name اسم ال function اسمها ايه اسمها square وهنا بروح اعمل ايه بروح اعمل ال parameter ال parameter بتاعتي ال parameter list طيب لحد الان تمام فاضل لك الجزء اللي هو الجزء الخاص بال content او ال body اللي هو ال block of codes اهو هيبقى مكانه هنا انا كده حددت انا هشتغل ازاي يلا بنا نشتغل انا عندي int square int دي عبارة عن data type of return value اسم ال function اسمها square بعد كده انا محتاج احدد ال parameter list هو انت بتشتغل ازاي ال parameter list عبارة عن متغير عادي جدا وبتعرفه هنا بقوله مثلا int number على فكرة ممكن يكون عندي اكتر من parameter list بلاش number خليه num مفيش مشكلة خالص يبقى انا كده بقوله int num هي دي البرامتر ازاي بتاعتي عبارة عن برامتر واحد طب ينفع اكتب كده num على طول طب انت كده معرفتش نوعه ايه لازم تقوله ان هو نوعه مثلا هنا انتجر في الشغل بتاعي نوعه انتجر اوعى اتلغبط الانت دي خاصة بالreturn value ال data type بتاعت الreturn value وانت التانية دي خاصة بالايه بالبرامتر list ال data type الخاصة بالبرامتر list الاسمها نم انا عندي برامتر واحد طبعا ممكن يكون عندي اكتر من برامتر ولكن هنبدأ مع بعض ببرامتر واحد فضلي ال body الكود بتاعي ال content بتاعت الايه الفانكشن طيب لحد الانتمام ايه هي ال content بتاعت الفانكشن هروح اعرف متغير المتغير ده مثلا هسميه squared ماشي هقوله squared ده عبارة عن num مضروبة في num لا ما عليش لحظة ايه اللي انت بتقوله ده ايه السطر ده احنا فهمنا كل اللي فات لكن يعني انت مسافة squared ب equal num مضروبة في num كل الفكرة اننا عايز اعمل function الفانكشن دي تحسب square تحسب التربيع بتاع رقم معين واحنا عارفين تربيع الرقم عبارة عن الرقم في نفسه يعني تربيع العشرة عبارة عن ايه عشرة فعشرة اللي هو مية تربيع السكوير بتاع خمسة عبارة عن خمسة في خمسة خمسة في خمسة بخمسة وعشرين فانا روح تعرفت متغير عادي جدا قلتلو انت سكويرد عبارة عن متغير عادي عايز سميه x عايز سميه y زي ما انت عايز انا سميته هنا squared اما اسم الفانكشن اسمها squared علشان محدش يتلغبط المتغير اللي اسمه squared ده عبارة عن ايه عبارة عن النم مضروبة في النم طب يا فين النم ديت اهو في البرامتر اللي استرتاعتي يعني بمعنى اصح ان انا هروح اعمل pass يعني pass هروح امرر هروح امرر الفانكشن قيمة القيمة ديت هتكون داخل النم هياخد القيمة يبدأ يضربها في بعض ويبدأ ان هو يعمل return المين لسكويرد يبقى لازم اجي هنا واقول له return لسكويرد وهنشرح الكلام ده تاني انا عارف ان الجزء الخاص بالفانكشن والكلاس اصعب الاجزاء الموجودة داخل block 2 ولكن طبعا عايزين نفهم الكلام ده بالتفصيل علشان بعد كده هنبدأ ان احنا نبني عليه ممكن تشرح لي الفانكشن تاني مفيش مشكلة خالص عايزين نشرح سطر 2 3 3 سطور هي دي الفانكشن بتاعتي او على الاقل بتاعت محاضرة النهاردة هنبدأ ان شاء الله نطور فيها من بداية من المحاضرة الجاية int مسافة square الانت ده عباره عن data type of return value والreturn value بتاعتي squared اكيد هتكون نوعها integer يبقى في النهاية هيروح يعمل لي return لقيمة integer متشكر جدا اسم الفانكشن اسمها square سميها اي اسم انت عايزه مفيش مشكلة خالص سميها اسم صحيح طبعا ما تجيش تسميها لي main ليه؟ لان المين دي هي المين فانكشن اللي بيبدأ من خلالها البرنامج سميها اي اسم انت عايزه انا هسميها square طيب جميل سكوير دي هتديها حاجة؟ اه هتديها حاجة كلمة هتديها حاجة هو ده البرامتر list الفانكشن اسمها سكوير دي هتديها رقم اللي هو num والنم ده نوعه integer اه انا كده فهمت يبقى الفانكشن اسمها سكوير دي هتديها رقم عباره عن رقم integer تروح تحسب لي الايه التربيع بتاعه اللي هو ايه النم مضروبة في النم وفي النهاية اخزن الريزلت بتاعتي داخل متغير اسم سكويرد واروح اعمل return للريزلت بتاعتي اعتقد كده هتفهمت هروح اعمل في النهاية return للريزلت بتاعتي اللي اسمها سكويرد جيت هنا وسميت الفانكشن اي اسم مفيش مشكلة هسميها شريف تمام؟ هنا سميت اللي سكويرد سميتها x يبقى اروح اعمل return المين للx جيت هنا البرامتر سميته مثلا y يبقى عباره عن ال x عباره عن y مضروبة في y هل كده في مشكلة؟ وفي النهاية خالص بروح اعمل return المين للريزلت بتاعتي اللي هي قيمة ال x اللي هو ناتج الضرب ضرب y في y مفيش اي مشكلة خالص نرجع بقى المسميات زي ما كانت لحسن حد يعتقد ان انا يعني لازم الفانكشن تكون باسم معينة اديها اي اسم ولكن بلاش كلمة من علشان المين دي هي المين فانكشن بتاعتي هاجي هنا طبعا اقول لي squared عباره عن النم مضروبة في النم طبعا اسم المتغير اللي انت تستخدمه هنا هو هو ده تمام؟ نم مضروبة في نم ما تجيش هنا وتكتب لي نم عباره عن حرف small غلط تمام؟ لازم تكتب اسم المتغير زي ما هو طبعا احنا عارفين الكلام ده من زمان ممكن اسألك سؤال طبعا هنا اقول له return squared هنا square بس وهنا squared بروح return الريزلت ديت لا اسمها squared ولازم طبعا الاتنين يكونوا الاسم يعني هو هو ما فيش اي اختلاف ما تجيش هنا تخلي مثلا حرف الاس capital وهنا تخليه small لا تخليه زي ما هو هنا capital او small زي ما هو هيخليه small عشان خاطر ما اتلغبطش حتى اسم الفانكشن كلها small طيب لحد الانتمام ممكن اسأل سؤال؟ تفضل لو انا جيت شغلت البرنامج ايه اللي هيحصل؟ كأنه مش شايف الجزء ده الله مش انت خلصته مش انت روح تعملت عملية declaration لفانكشن روح تعملت عملية definition روح تعملت عملية create لفانكشن اسمها square بتريتير نقيمة انتجر وبتاخد برامتر واحد اسمه num وبتروح تحسب لي اللي square بتاع الرقم ده اللي هو ضرب الرقم في نفسه وفي النهاية ترجع الرزلت بتاعة عملية الضرب ازاي بقى بعد كل الكلام ده تقول لي انها مش هتعمل حاجة مش هتعمل حاجة لان احنا نقصنا خطوة مهمة جدا ايه الخطوة دي؟ انت كتبت وراي خمس خطوات لو سمحت اكتب وراي الخطوة رقم ستة وهي الخطوة المسؤولة عن عملية الايه؟ الكول بروح اعمل كول للفانكشن بروح اعمل كول للفانكشن انا عارف ان في ناس فهم معايا ان انا لازم بروح اعمل كول للفانكشن داخل المين فانكشن لا اه تاني لو سمحت انا لحد الان فاهم انا مش عايز اتلغبط يعني ايه كول طيب واحدة واحدة انت فاهم معايا انك انت عملت فانكشن عملت create لفانكشن عملت definition لفانكشن عملت declare بش مشكلة المسمات خلصت الفانكشن بمكوناتها بالbody بتاعها بالreturn بالبراميتر list بالاسم بتاعها كل حاجة عندك شغالة تمام ولكن عايز اقولك على حاجة مهمة جدا ان البرنامج كأنه ما شافش الفانكشن دي ليه مش هينفزها الا لما تروح تنادي عليها اكتب كده عندك في النوت سي بتاعتك مش هينفزها الا لما تروح تنادي عليها يعني ايه تنادي عليها؟ يعني تعمل لها كل تروح تعمل كل الفانكشن تروح تعمل عملية استدعاء للفانكشن طب اعمل الكلام ده ازاي؟ مش احنا اتفقنا من البداية من زمان خالص ايام بلوك وان انك انت أي كود عايز تشغله بتكتبه داخل المين فانكشن جميل طب الكود ده مش يتنفذ علشان خاطر ينفذه أروح أعمل استدعاء باسم الفانكشن هكتب كلمة سكوير وهديله إيه الرقم اللي انت عايز تحسبه لي تحسب السكوير بتاعه بس يعني انت عايز تجي تقول لي إن في الجزء ده أنا كنت باجي هنا وبروح أحسب السكوير بتاع النمبر خلاص الجزء ده أصبح مش مالوش لازمة بالنسبالي فعلا ليه لإنك انت عندك فانكشن جهزة بتقوم بنفس العملية طيب هتعمل ايه ولا حاجة كل الفكرة هتروح تقول لي سكوير هتروح تقول له سكوير جميل جدا انت عملت عملية كده استدعاء باسم الفانكشن فقط لا ما انت عندك برامتر يبقى هتيجي هنا وتحط مثلا خمسة طيب خمسة دي هتعمل ايه خمسة دي هتروح طبعا كبرامتر بالنسبالي كبرامتر واحدة من البرامتر list طبعا هتروح مع السكوير ديت هتروح مع الفانكشن للفانكشن ديت تقول له على فكرة عندي رقم اسمه خمسة لو سمحت انا عايزك تحسبه لي اه هيجي هنا ده فعلا اسم الفانكشن اسمها سكوير وهو بعتلي هنا خمسة يبقى خمسة مضروبة في خمسة هروح اعمل return المين لخمسة وعشرين وطبعا هنا هروح اعمل سي اوت هروح اطبع الكام الخمسة وعشرين طيب لحد الآن انت كده شغال تمام ولكن نقصك حاجة مهمة جدا ايه هي انك انت متعرفش ان اليوزر هيكتب خمسة اما اليوزر هيكتب كام اليوزر هيكتب قيمة انا مخزنة داخل متغير اسمه number يبقى هتيجي هنا وتقول له number لا انا بدأت هتلغبط مفيش مشكلة خالص تعالى هنا بدأ ال number خليها اكس مش انت هنا بتقول له هروح اعرف متغير اسمه اكس وplease enter number لو سمحت ادخل قيمة بتاعته ال number وخزنتها في متغير اسمه اكس وبعد كده بتقول له x squared equals اهو مفيش اي مشكلة خالص مفيش اي داعي للغبطة هقول له square للx روح اعمل لي عملية تربيع للx هو square x دي موجودة فين اهو square into number وطبعا الاكس دي لازم تكون انتجر انا معرفة هنا فعلا انتجر علشان البرامتر بتاعي انتجر اروح اشغل البرنامج هيدي نفس النتيجة تماما طالما طلعت لك الشاشة السودة كده وقال لك please enter a number يبقى انت كده شغال تماما هقول له مثلا خمسة اضغط انتر تلاقي اتكام خمسة وعشرين انا سمع حد بيقول لي لا انا مش فاهم علشان انت اشغال بالسي اوت والسي اين مفيش مشكلة خالص السي اوت والسي اين دي هشله هاجي كده هشلهم وقل له read int br لو سمحت ادخل رقم مفيش مشكلة please enter a number طيب هخزن الرقم ده فين هخزنه في المتغير تعال بقى انت سميه number بلاش اكس ديت يبقى هنا هيكون عبر عن number ارجع الدينة زي ما كانت وهاجي كده بدل السي اوت لا تعانشيلها خالص تعانشيل الجزء ده كله خالص ونشتغل برضو بالإيه بالwrite int والwrite string والكلام ده هقول له write int br write int br واروح افتح كده ال braces ديت وبعدك يا double quotation وكما هقول له مثلا squared of your number is التربيع بتاع الرقم بتاعك اهو وهتيجي هنا وتعمل ايه تروح تعمل عملية استدعاء للدلة هتروح تعمل كل للfunction يبقى هقول له square اسم الفunction اسمها square وافتح ال brackets ديت واكتب لإيه النمبر وفي الآخر خالص semicolon انا كده خلاص خلصت اروح اشغل برنامج هيقول لي please enter a number هقول له 5 هتطلع لي برضو 25 squared of your number اللي squared بتاع الرقم بتاعك 25 يبقى كل الفكرة لو انت حبيت تشتغل بال c in او c out مفيش مشكلة خالص حبيت تشتغل عادي جدا بال read int br او write int br مفيش مشكلة خالص نعمل مراجعة سريعة ويبقى محاضرتنا كده انتهت كل الفكرة ال int عبارة عن data type بتاعة الرتيرن فلازم يكون squared نوعه integer اهو تمام squared اسم الفانكشن بتاخد برامتر واحد نوعه integer اسمه num ممكن تسميه اي اسم انت عايزه هاخد النم هتعمل بي ايه هضربه في بعض وبعد كده اروح اخزنه داخل متغير اسمه squared اللي انا هروح اعمله الرتيرن هو الرزلت اللي انا هروح اعمله الرتيرن هو الرزلت الناتج بتاع عملية الضرب ديت في الاخر خالص ده برنامج عادي جدا شغال في ال int main ولكن انا مش عايز اجي هنا زي ما كنت بشتغل اجي هنا واقوله عبارة عن squared او عبارة عن number في number المفترض ان انا اجي هنا اقوله number في number اضرب الرقم في نفسه لا انا مش اعمل الكلام ده ده انا هروح اعمل كل اللي فانكشن اسمها squared بتاخد برامتر واحد اذا هروح اعمل لها عملية pass يعني ايه pass يعني تمرير هروح اعمرر لها الرقم انه رقم الرقم اللي انت اخدته من ال user اسمه ايه اسمه number عرفت منين اهو انت بتقوله read int br لو سمحت هاتلي رقم please enter a number هيكتب الرقم يروح يخزنه داخل ال number من خلال الفانكشن الجهزة اللي احنا عارفينها اللي اسمها read int br وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة نستكمل مع بعض المحاضرة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا